في الوقت الذي كان العالم يترقب أن يقوم الغرب بلم شمله لتوجيه الضربة للمد الروسي خرج رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ليحذر من أن العقوبات المسلطة على موسكو سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي من المتوقع أن نشاهد معدلات نمو منخفضة في السنة المقبلة ومعدلات تذخب أيضا مرتفعة وتذبذب في الإمدادات خاصة ما يخص المواد الغذائية إضافة إلى عدم استقرار لأسعار النفط التي من المتوقع أن تبقى في الارتفاع إذا ما استمرت حالة الحرب بين روسيا وأوكرانيا الديون الضخمة التي تمتلكها روسيا خارجيا ستسبب عائقا للاقتصاد العالمي معيدة للأذهان ذكريات النظام الشيوعي حسب رئيس البنك الدولي في المقابل أعلن عن إتاحة حوالي 200 مليون دولار كتمويل إضافي لتعزيز الخدمات الاجتماعية للمحتاجين في أوكرانيا الدين الخارجي لروسيا ليس بالمرتفع وليس بالكبير في حدوث 30 مليار دولار أما الذي يتكلم عنه بالبنك الدولي فهو الدين المتعلق بالأشخاص والمصارف والمؤسسات الموجودة في روسيا وليس بدولة روسيا في حد ذاتها الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تظهر الوجه الحقيقي لموسكو ومدى تأثيرها الكبير على النظام العالمي وما ستسببه من عجز في الاقتصاد